موسيقى زكارين تمام يا فاندينا فيما عادك مزبوط احنا كل شغلنا مزبوط مطل وطلع على البضاعة الأول ومال وطل بس تسلم تستلم مش تلاف بنا عارف وكمان جاهز بس احب اتطمن اتطمن ومالو مادرش بلو زماني غريب موسيقى خير موسيقى اصل حقك خليص موسيقى اصل يا غريب اصل يا فاندينا موسيقى اخيانا يا خميش بتروكي فضاع راح موسيقى املك عبد النوح موسيقى 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 ترعه 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 يلا يلا ترعه كده يبقى سللنا الحكومة وخلاص عمان عفا يبقى عليك يابن النور مخلاصة شوين يا جريم حسنين بعض القرية دعزي دعزي ايه يلو يا جريم امشي مع الريكها امشي امشي اخد الريكها امشي دروعت يا خر لازم تغرب الخبيسة الحكومة اطبت اقول لك امشي اتبع كلم يا خيال روح لمي همشي هتموت يا غريبة همشي يالله 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 تمر الخيال الموت يا غريبة غريبة همشي وصصق خالص يبه هتموت غريبة لا 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 غريبة تربسك يا غريبة 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 لا 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 يا غريبة لا ما تبعش يا غريبة يا غريب يا غريبة يا غريبة ثم إن أهل المجنة عليه ما اتهموش خميسة بوسنة بقتل ابنهم بل على العكس كل أقوالهم لصالح موكلي سيامعوا إن الشهود وتحريات المباحث أفادت إن موكلي لم يكن يقصف قتل المجنة عليه أما بالنسبة للتهمة الأخرى والخاصة بالإتجار بالمواد المخدرة فالمعمل الجنائي قد أفاد بسلبية جميع العينات المزبوطة وده دليل فني ملزم المحكمة يا فندي يعني إحنا في السليم يا سعد تقادس وشكرا الحكم يصدر بعد المدولة رفعة الجلسة كمع ترجمة نانسي قنقر محكمة بسم الله الرحمن الرحيم بعد المدولة والإطلاع على أوراق الدعوة ومواد الاتهال وسماع المرفعة حكمت المحكمة حضوريا على المتهم خميس عنقر أبو سنة وشهرته أفندينة بالسجن سبع سنوات مع مصادرة السلاح المضبوط رفعة الجلسة مع محكمة أنت مبروط يا فني أنت مبروط يا فني أنت مبروط يا فني الرحمن الرحيم لا يقدروا مع السلامة يا حبيب مع السلامة مع السلامة مع السلامة موسيقى موسيقى والله يا كبيرنا هتقطع بينا اتفضل الشاي الود بين الأحبة موصولة شاويش محمد طميني ابنك تعاين في الدخلي وانا لسه البركة في دعوات الحجة دعوات الحجة برضو وانت يا كبيرنا حلوين 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 انا عارف ان انت كل عمرك نزير ومش هتسأل في المواضيع اللي زي دي فضل يا كبير الفلوس دي خليكوا رجال زي منتوا زي منتوا زي منتوا الفلوس دي شاويش محمد للرجالة هنا لكل الرجالة واي حاجة يحتاجوها اي حاجة رابتي سدادة وكل شهر ايوصلك زي منتوا وكل عمرك كبيرنا يا فاندي حلوين 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 مبور 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 تمام يا فاندي حركة حلوين 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 حراق فالصبار يا كبير فالصبار يا كبير فالصبار يا كبير فالصبارا يا سلي المعلومين ايه مش فكرني ISABني new Armstrong ثبار سبار هاااااция آه آتنico مش كنت اخرجت ورجعت وانا ليه بقى فغيره يا دي انت ايه جاحد عيلك ما بيوحشوكش يوم رب اسمك كريم ده كريم يا رب هو احسن برضو يتراب و بعيد عنك دي خلقة ربي نشأة وعلى فر العزم ان شاء الله لا ده لفة طويل ايش مخدرات و ايش ابن عام وبين عن ايال اللي عاكون هربته فلوس برا المنط ده التجاي من وعاد بقى طب خد امسك خلي دي معاك لا يا اخي لك سابقى سين المعلمين يد ريز يادو مكتوب لك ياد خد ياد ما تقطعش طول عمرك حناية يا سين المعلمين والدنيا برا عاملة يا سابقى ريز ملاختاش يا سين المعلمين والناس بقت مع الشاق في بعضيهم ومحاجش فيهم حاجة خالص ومحاجة صعب حاجة انا ما عادش في المزاج ايه الدنيا بقت صعبة خد امسك انا اعطيب لك مزاجك لا 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 ايه يا ده عدم يبقى اخناتون مفيش حاجة مفيش حد غريب هو ديان الله اي صنف ده معلم صنف ايه يعني مزاج الخير طبعا وفي غيره مهما الدنيا تتغير لا يمكن يتغير ولا رحته ولا لونه ولا مزانه طول عمرك على قديم واسيد المعلمين يلا يا عمالي يتوب علينا ربنا اه ادي ساعتك وادي سلسلتك وادي خواتمك وادي ياسدي مفتيحك وادي محفظتك الله من دي يا فندينا طمانا مراتك مراتي في حد بشلسلت مراتة برده يا شويش على قولك ده ايه ما فالعفش بقولك ايه انا اجدلي فلوس ليستهوش محمد وكده يبقى امان يا فندينة وصلت وصلت مشاكريم ما بتنساش حد قابل يا فندينة ده رزق ويروح لاصحابه هي دي لا اسمها بالحضن بالحضن يا اجدع رجالي انت بحشون يا رجالك يتوب علينا ربنا هو عتقولي انك جاي توضعه اسر يا منصور انت في طار بيت بينك وبالخميس افندينة لو انت سادع افند ده ادمان اكتر منه طار فبعليه يا سيدي تاكل اللي زاي ده موجود منه كتير اللي زاي وتخاف منه لكن غيره بنعرف نجيبهم بسهولة الدنيا مليانة بالله والبلاء وما فيش اخطر منه زي الرز بس السورس بيأكل فيه انما ده رزة بيت متساوها للبخار يعني تشم رحته قبل ما تشوف ده انت معجب بقاوي افندينة لو قريت ملفه اكتر من مئة مرة مش هتعرف تخرج منه بجملة واحدة مفيدة واحد تنبينه من حبل المشنقة مفيش وفجأة وقدرة قادر ينزل الحكم سبع سنين مش هتعرف نحان وحظم التهم ده هو ده ده اللي خلاك تسيب كل حاجة وتيجي وراء البيت في ريحة خطر يا فندم بيهدد خميس خصوصا النوح ما اتهموش يعني فيه طرباية ده غير ان النوح استولى على البيت ورجع اهله تاني لشغل الشارع والشغل الشعبي والقطاعي ودي فرصة يا فندم نلم الغلة ونخلص من كل الوغش ده مرة واحدة تمام يا فندم خميس خلص الاجراءات وخرج أفادينا остيم الحركة يا رغالة رغم هيا أفادينا جينا کیا رغم موسيقى 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 بادون عن كل الوافين تطلع فصيل الدمن الوحيدة هي اللي تنفع تديلك يا ابنة المحزوزة موسيقى المصيبة لتكون العنبوبة دي رايح جاي والبس نقطة زفرة من دمك المليان بلاوي أنا بكده اتطمنت على روحي عشان خدت من دمك بسر الخلطة أفندينا خلطة؟ خلطاتك إنك لزقت فاية ولبست الطال أبدال يا خفيف أفندينا خارج ياريكالا أه معلوب هك منك مردتش تسجد معنا لربنا يا واطي يا حلك اللي تسجدت منتخب مصر يا خاي موسيقى ايه؟ ايه؟ يعني افلت منكو في السجر؟ وبرة كمان؟ العيار ما يسيبش وتطلع تحاود؟ أنا ده أنا بعلي فيكو سنين عشان اليوم ده مش عشان طوفوا وصادي وشوكوا في الأرض وقفى كل واحد فيكو يعمر فور نعيش بحاله ما هي معلم هو اللي اخرس ياريك اخرس كيف أكراك راجل بييد ثبتة وعيساء طلعت مرة بييد طرية وعين زيغة تفوغس عليك راجل او العيل من دولهم مصصتوا تخيب ما يستهلش يعيش ثانية واحدة أحد انت يا ابني على طول متسرح كده لا ينفعش تضرب على رجالتك وله على دم يمشي يمشي ودم الشهيد ما اهتاقها عليش المستاني يا حج هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا خليك انتأب عيل يا رجل بسيب هون احنا قلبية ما هتشوف لا بتتليهوا بتتليهوا يا خون ما كان في ايديكم ساكن على شجرة في عز الدار ما عربتوش للصدور بالوقت اعجبوه بعد مرجع عشو ومتكن الجحره ده سمك ولطق في الميا وابشيتو ما بقيتش سمك الكلام اللي انت بتقولو ده يا حن هي عشان قيبت مرة لهم نسيبوه يا بني يا بني المعروف اقول تلك مرة خليك انت بعيد عن كل ده ما ينفعش حتى بعيد ده لما اخوية وفردت العم كل وانا المحنم وكلمتي على القوي الكل وانا بقى مليش عيش في الدنيا دي طول ما هو بقطع فيها كده وحياة ام لكل مصف دم ونقطة نقطة ودم خلب وسنة عشان يعرف بيه براءة النوح يعرف بيه براءة النوح استنى خد خد براءة وانا براءة انت هلا وانت حتوق تتفرج علي ورايا اخوة الى امكاني وباصل الدنيا وراها بسرعة عفو اجري عفو دخل فعار يا عزلالة بابا شاكينين يا رجال انجابك بلافراح الغالة راجع! والحسر راجع للبتن التقالب! بالحضن يا غالي! باللي ريئي ورد فيي الروح! يا يا غالة! طبطبي يا أمّا! طبطبي! يا حبيبي يا أمّا! مفضت رب الظلمة من على كتفي! ما حسيتش إن كنت مسجونة لدلوقت! ولا سمعت سوت الرصاصة اللي هنا! الحمد لله إن ربنا نجاك! أنا قلبة خالع لما سمعت الخبر! بس برضو ربك حنين! ورحمته سابق قضاء! ما تصدونا بقى من الكلام اللي ملوش عايزة ده! الله خدونا بالفرح! إلليه العيدة إخواننا! يا حبيبي يا أمّا! كرابة! انت لسا خرصة! وما لا في الساعة ده يا بجمعة! انت لسانك سابعك على طول كده! انت هتحكي لغاتي! ده عيدة كرامة! بلاش موحني يا بيت! أنا ما أحبش النسوان لما أتأوّم! سيبيها يا أمّا! الله! 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 مراتة يا حاجة! سيبيها تفك على نفسها شوية! بل موحن حريم! مش قادرة تستنى لما يتقفل عليهم باب! ولا خلاص! الزبدة ساحت عالصاق! والسامة اتحرقت يمّا! واللحمة استوت! وطن بقى الكايف! اتحشم يا واد! يا ألف الحمدلله عالسلامة! شوء! مراتي! هي اللي كان بيخافف عني مرار غيابة كسين بفئة تجيب! نورت بيتك يا سي خميس! نور بيك يا مرات الخال! قالك اسمها شوء! ها! شوء! قرب يا شوء! حبّي على إيد كبير البيت! حبّي على إيد أفندين يا شوء! فهي ببقى! لا إله إلا الله! لم أغزى وماله ما يدرش! خميس! تعالى عُد عَالكرسي! يا نطيف يا نطيف يا نطيف انا محبك يا بدران اه اي قلتيني بس في سوائل تقدر تقول كده محياري انت ليه كنت بتدفع عني بقلبة قوي كده حسيت انك مظلوم شفتها في عينيك وانت بصصت لنور القفص سمعتها فرمت صوتك وانت بتحكيلي اللي حصل حسيتها فرعشة اديك وانت بتسلم عليها قلت هي دي الانسان اه هو ده الانسان الخصارة في حبل المشلقة محياري عايز اسألك سؤالي هو انت دلوقتي لما تقتل خير بقيت مجرم اللي ولما تدور على اللي بيبسط الناس وتجبهولهم لحد عندهم واما عديدة كده بقيت مهرب بقى لسامح الله مهرب افضل روحة بضرامي مش حاجة سهلة بس كمان مكتوب عشان الناس تعيش لازم الناس تموت يعني نفضل عايشين كلنا وكمان عشان الناس تحسة طعم الدولة لازم يبقى فيه مزاج ده بتبقى يا اخ Blue لو عد بجسأي مهربك جوي小س pong هى ثانى يههههههَههههههههه يا الاختفك ده خفارة يا فاندينا م الك فيه مكتفك لو حبثت اعرف اعرفك براء النوع اللي مطرح ما يحطرق ليه بيحضر ربط الروح ارجع ازبت وانا بقى حالف مخضب من هنا وانا مسلم روحك للغاية يعفندينا اوه اصبت اتشكرين على كابتن مصر يا مختلف اطلبارنا اضندي اضنى اوه اضنى 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 خميس وانت لما اتلتنيش انا هتلك هتلك خميس لو حد مت متعرف يد انا بقى عرفك خميس افدت اول خميس ملوش جمعة لأ ها دهك بتزهر وانا ولا تروح تتفرج على التلفزيون دوس على الزراعة وقتلني انا مش خارج من هنا غري قاتل مقتول يا خميس ورحمة الغريب لها قاتلك يا خميس اثبت اثبت يا انت فاك ريادي المدة بيرامرم كده ليه والمدة بتاع يال المدة عنده مزاج وبيناء الجتة اللي نويلها الشرف ده وانا لها دم عندك وهاخدوها يا فنديلة هاخدو منك يا فنديلة وهقتلك اثبت اثبت يا اثبت يا اثبت 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 معنى أنت كده خرجت عن طوع أبوك المعلم النوح معنىها لازم تتربى ويتعلم عليك بس وأبوك هيارى العلامة دي كويس عشان بعد كده تسمع كلام أبوك كلام أمك لا ها؟ اسبت اسبت ياه اخنص قريبت حاجة؟ وصلنا له يا كبير فين؟ كبريل ملت بيضون رائد لأفندينة هناك وانت كنت فين؟ وازا يتسمعوا يروح لوحده؟ ما انت عارف دماغ المعلم براقه ناشفز على الحاجر رفض حاجة يروح معاه يوم يروح له في حجر الملت؟ ده كلب أفندينة وقطط وبتتبسح فيه جهز بسرعة كام راجل من رجالتنا يجوا معنا لازم نلحا قبل ما يكروه يلا بينا خميس أفش الدنوح في كبريه الملت؟ وعمل عليه حافلة هناك خميس اللي راح له ولا هو اللي جال؟ لا الواد هو اللي راحه بس شكله كان نوع على الشر لكن أفدين اللعبها معاه وجابه تحت رجله خلاص ما الوشك مسفر كده ليه؟ لا لا إلا الله النوح مش هيعدل اللي حصل لابنه ده بساهل عجل هو خميس قرس على الواد بالزيادة؟ انظاهر كده؟ مدام الخبر وصل لك يبقى ضروري راح للنوح طب والعمل حاجك؟ طب تسألني يا بوسنة لم الرجالة وروح في دار خميس أحسن يخرج يتفاجئ بيهم هاتها جمالي يا رب استرها شكرا أحساس نعم اشتركوا في القناة نعم اشتركوا في القناة 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 موووو... حدش عنده قوغحة و السلام أنا مش عارفني أنا توت مني أنا مش أنا أنا مش عارفني أنا توت مني أنا مش أنا أنا مش عايز ناوش أبا تبرى أبا تجوه دي حاجة تابع المزاج أو كيف ماشي مش عايزة عكنانا وبراحتي محدش عنده دحكة السلك داري همي مال همي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واله لابي اشتركوا في القناة الحريم يدخلوا الاول. خال. ما تزوزو ماتي خليكو بضعي. يال. فيه. ده حدك هم بيحاول هطمع عطولها فنزيني. انتو بيتل سراجه. ولا. ايه يا ابني في ايه? طورت ماني يا ضعف. تباحة ليه يا ابني? عملتك ايه? طب سيب السكينة البيضة دي. يا ابني كده هتعور نابسك. مما تخافش انا هتيب السلحة اهو. احشان تكتبني. حد. يا ابني سيب السكينة اللي فيه دك دي. ما تخافيش يا كرام. ما تخافيش يا حبيلتك ده ضيف. وكرام تضيف ايه? واجد طبعا. تشرب ايه يا ابني? تشرب ايه? شاي? شاي ايه? شكرك ايه? معلقة؟ ولا اثنين؟ ولا زيادة؟ هاي وهيا جانا جانا. الله الله الله. يلا. يلا. دي 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 ايه اسبت خليك بخانك هم هم أخي يا هم بعانا يا خفيل ولا أي حاجة وطي يا هد حب ع رجل السيدك يا فاندين يا هد تا ايه مبتسمعش بيقول لك واطي يبقى توطي مطوطي هد بالراحة يا زوز مش ويش يا مطل ده مهما كان يتعدى أسير حرب يعني لازم يتعامل حسب القانون الدولي ولا تحب تتعامل حسب قانون أفاندين يا ها ناخد رأي الرجالة عشان رجل ديمقراطي يا الديمقراطية يا رجالة اني تقول عليها يا فاندين شفت لازم ياخد رأي رجالك مش زي الكلب اللي باعتك تتحجم في انصاص اللي قالي على بيتها يا فاندينة المره اللي فاتت يا زوز ولنا ابنه وضناه وروح ده انما المره دي ده كلب المتعجر انا؟ ايه اللي غباوة دي يا زوز مطي اه 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 ايه رأي رجالة القانون الدولي ولا قانون أفاندينة قانون أفاندينة طبعاً يبقى انا كده مضطر النفس اللي رأسه عن جسمه وابعتها للكلب اللي باعته وإيه اللي هيقوله ان خاميس افاندينة السجن تناه بعد الشر افاندينة ما قلنا اصعب شيء قتل النفس استعادنا عشاب الله خاميس سيبه يمشي يا خاميس ايه موسيقى المتطابع موسيقى المتطابع موسيقى 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 الله يريض عليك عم الشيخ فإن بغت يحداه مالاً أقرى فقاتل التي تبغي حتى تقي ألا أهل الله فإن فاء فأصلحوا بينهما بالعبد وأقسطوا إن الله يحبب المقسطين إنما المؤمنون إغوة فأصلحوا بين أخواتهم واتكر الله واتكر الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم اشتركوا في القناة المعلم النوح كبير الصحراء جماله حفظه شبر شبر واسمه عندنا زج جنيه الدهب ابنه براقة أشقى خطر في المنطقة وأسرع موزع في السوق واسمه مكتوب بالحبر السري عند الداخلية لغاية دلوقت معلم أبو سنة يا جمالك يا معلم يا خال يا كبير الكبار يا أمير الأمر يا مكيف الكيف يا أصل الدوئة ومنشية ناصر سيتك من السعيد لغاية هنا كميس أبو سنة أفندينا رنس المزاج أبو الرجال وكاف ومعلم على وش اللي ما يتسموش خلاص الكلام يا رجالة الفرقة خطر والمصلحة تحكم قبل ما تكمل يا باشا الحكاية أصلها الدم والدم أصله غد دي ما تسويش دي يا أبو سنة الموت أقوى أنا نوح أيها بس لما يبقى القتيل ده إيه ابنك والأخوك الكلام هنا يفري أقوى معلم أبو سنة جار يا رجالة أنا مش جايين نقلب في الدفاتر ونصفح ثبات اللي فات ماد فعليك يا نوح بضعتك اللي راحت والراجل بتاعك اللي الحكومة مسكته قادت تعصر فيه عشان يقرش الله أعلم خلصتك منه إزاي وإنت يا أبو سنة بضعتك بدأت تشاح في السوق هتنكشف والشغل الشعبي ما يبقاش يليقي بأفندينا شوف يا رجالة كلنا عارفين قانون اللعبة كويس اللي هيورب سنة هيوقع عشان كده لازم نركز ونشوف مصبحتنا واللي مش عايز ما يلزمناش السوق زي ما لقيت بتدي ليسنان بتعد ورجلين بتفرم وتخلص ربنا يا ربي عوضنا على البضاعة اللي راحت وزكاة الخسارة على قد الفلوس ما يهمنيش إنما الخسارة اللي اليوم كنا سكت عليها أبداً هي خسارة الرجالة ربنا يديم علينا نعمة اللامة بتاعتنا نعرف فتح على المرحوم هامين 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 فتح عهد والعهد سيف على رقاب الكل بس أنا مزنوق في سؤال كده باشا فك نفسك وقول أبو سنة هو مين المرحوم؟ مرحوم يا بادار اللي بيننا وبينهم يا مخال سعيوكم مذكور يا رجالة استاننا أنت يا خميس عايزة مصر بتبقى حل وقوي بالليلة خميس تحس ان كلها بتاعتك ومحطوطة في جيبك تحس انك ركب فرس وماسك اللجام كويس مالك يا خميس مفيش يا باشا بس انت قلتلي عايزك وجينا وقالك ساعة عمالت تتكلم عن مصر حلوة ومصر جميلة وما نعرف انا امتبعك من زمانة خميس دخلت دماغي وانا صعبة قوي حد يدخلت دماغي وانت صغير وانا امرأبك وعجبتني لاني ليك كرامات مع الحكومة والعجاب ما اكتر ان انت رميت عمرك ورا ضهرك وروح تبطالب بحقك وقتلت غريب وسط الحكومة خيانة امان هلموت في سنين اللي فاتت خميس صوت غاير ناس كتير هتحرج انا كنت مستنين وانت خلاص ديتها تركوه ما حقها مااخد حقنا بقا يا باشا بس انا يا ادوب لسه خارج ما تفرج ع الدنيا من برا ما عنديش نية اغرس تاني كيف ما انتقاش المزاج خلاص يا خميس بس انا يا بيت العمر بتاع المزاج انه انا عايل صغير هد كده انا بتاع المزاج وبيحبوا وبشتغلوا بمزاج واذا بايني كلهم بتاع المزاج ناس ريئة ماندهمش مشاكل ولا ليهم في الدوشة ولا حتى لغباط الكامير الناس اتطحن انت خميس بيتعايشة في دوامة الطحنة دي خلصت على اللي في اليوبهم وقلصت على صحتهم بقى الزبون من دول يدار على نص برشامة عشان يوانوا واللي معاه قرش ميلزموش البني خلاص بقى بيدعو على الخط مبيض مخروط عشان يسافر زمن المزاج ولا يا خميس بتاعز مني ايه بالضبط يا باشا انا اصطفيتك يا خميس اخديد كبير السوق لا يا بيه بس انا لما وقعت انت سبتنها عيب عليك تقول كده يا خميس انا حاطت عيني عليك حتى قبل ما تخش السجن وما المين اللي غير الحرز بتاع البضاعة قبل ما تروح المعمل الجنائي مين اللي جابش اود نافي وخلى تحريات المباحث تقول ان ما كانش عندك نية اتر غريب مين اللي بغض عنوها وقال له ما يتهمكش بقى تلبنه ويحضر المحاكمة بتاعتك كلها مغير شعوشارة كل انا عملته دا يا خميس وخلك تاخد سبع سنين بس وانقصت افقابتك من حفل المجتمع والحقيقة ان بادران بكتبش خبر بنفس كل اللي قتبوله بالحرف الواحد شفت بقى انت ظلمني ازا يا خميس مغير شعوشارة يا معلم هان انا ما انت عارفني انا طول عمري كلمتي واحد اللي عاش عندي يوم الخميس زي ما وعدتك لا لا والطامن الطامن هعملك أكل خفيفة عشان ما تحماش على سيدرك ماشي استنيك انت ورجالك السلامة يا معلمة علاء النعمة من نعمة رب انت اللي معلمة يا معلمة قدت الضرمج السوق في ثانية يا الله رب ما انت عارفني وعد يا براق انا ماليش في البيت انا طول عمري احب الحاجة الطازة قبل ما تحمد وتفوح ريحتها وتلم عليها الدبان ربنا يجعل كلامنا خفيفة عالدباء برا انا مش عاوز جلسي مخلوق يحسي بالمصلحة دي خالص ورحمة الغريب لو علت ابو سنة دخلت في الحوار دا لكن ما قرقاشهم بسنان يدور خليهم غرقانين في البن اللي راح زمنه يبوا يقابلوني مش هيدوم مش هيدوم خبيس أكيد حيلقل على ما لعبنا وضاوية وابو سنة حيلحبوا في النفوخه جامد ها السلخور بقى ما تكون دي رغبة الباشا كمان يدي الباشا يدي البعب ما طالما فيها باشا هتقول لي هدنة ونطاطي ونستنى زي كل مرة حاجة يا خسار يا براق يا ألف مليون خسارة كان نفسي ومناعين يا براق تتعلم الجمال اللي انت بتربي فستيهم يا قد خزن واصبر خزن واصبر عشان يوم ما تقلب تلاقي الزاد اللي كافيك وتضرب ضربة معلم موسيقى يا إهلن وسهلن يا إهلن يا مرحب عندنا على السلامة يا سنتهانم نورت البلد كلها ازايك يا عم محمد وازاي مراتك وولادك تسلام يا سنتهانم ربنا ما حربناش منك يا رب استمر بقى في حوار الدعوة ده يمكن دعوة منهم يثبت معاك ربنا يسعدك يا رب ويحفزك من كل شر طلع لي شونة على فوق عيني حاضر أهلاً أهلاً أخيراً بنتي حبيبتي رجعتلي وحشتني قوي يا بولي خلاص هتزهق مني هزهق منك إيه؟ الله إيه بنت الحلوة دين تطلع على جوكي ولا إيه؟ طمينيني تمام يا كوتش خلاص خدت الشهادة ولازقالة يعني بقيت مية مية في الكيميا إيه يعني أسيبك أنا عشان موريا مليون ألف حاجة يا بنتي أعودي خدي نفسك بالسفر نفسي إيه يا عمروتي لأنا عايز أرمي نفسي في البول وأطلع أناملي شوية وروح أقبل صحابي وحشين يموت طب عميل حسابك أنا نتغدى سوا لا أنا كالت في الطيارة ما تعطلنيش بقى يا بنتي المروسة الهم يا رجالة عشانوعد طول النهار نروسي من كام كرتونة دول يلا عايزين نوصل بالنهار أمن عالكارتين كواسة مات؟ حاضر هوا ممكن الطيارهم إليه يا حاضر يا معلم يلا شدوا حينكم شوية يلا يا رجالة ما بيش وقت سامو عليكم سلام ورحمة الله بركاتكم أهلا باندينا هنشون البضاعة اللي هنستريمها في الكارتين دي ايوما ليه؟ دي كارتين متأمنة وآخر حلاوة لا لو أبيلنا كمين في الطريق مش هيعترف حاجة الله ايوما ليه؟ زوز هات كارتونة فرجة فندينة حاضر اه بفضلة فندينة الكارتونة دي طبقتين طبقة فوق معسل وطبقة اللي تحت معسل وفي النص هنشون البضاعة يعني اللي هفتش مش هيلاقي غير معسل وبس وده شغلنا يعني في السليم يعني لو جيه ضابط ريخم ريخم وهما عامل كده وضع بتاعتنا الكشفت وعليها المعسل بتاعنا يعني لابسينها لابسينها الله عليك يا معلمي خليك في شغلك هلا يا فندينة دي عاملها متجربة قبل كده كذا مرة وعدة مش كل مرة تسلم الجرة يا خالي لازم يكون في فكرة جديدة لازم لازم الحكومة بقى عندها حاجات حديثة لازم احنا كمان يبقى عندنا فكرة حديثة صح ماذا يعني مثلا ماذا 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 نعم لا لا استنى الشغلانة دي عايزة واحد نبيه عايزة واحد يلوطها كده زكي رص يا زوزة امرا فندينة هتحل الصاجة دي بتاعت ارضية السندوق وهتحط لي صاجة تانية تحت وفوق منها ترص البضاعة وفوق من نيوم تحط صاجة تانية انما دبل ومن غير مسامير هتمسك ازاي من غير مسامير يا فندينة اتقل يا خالي اتقل عشان تاخد شغل نضيل هتتحطي كابس يعني كابس لاني احط ارضية السندوق الاصطلانية واربطها بقى بالمسامير فهمت يا زوزة؟ لا مش فاهم انا بقى فهمت لا حاول ولا قات الا بالله محاورين انتو جوز والكاراتين تبقى فوق زي ما هي انما فيها معسل وبس برنس يا معلمي كانت بالك يا خالي كده لو فتشوا هيفتشوا الكاراتين مليان معسل اكل عشدة ومش ممكن يخطر في بالهم ان هما يحلوا ارضية السندوق ولو جد في دماغهم هيحل الارضية هيلاقي صاج واستحالة يخطر على باله ان البضاعة في بطن الصاج وكده ليبقى في الامان ولا يا خالي منك نتعلم يا فندينة ايه محدش تعلم ببليش اعتمد يا ابن انت وهو يتوب علينا ربنا يلا يا ماطن يلا عشان نازل الكاراتين بل واقعد حقها يا وامي اه 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 يلا يلا يما رجالة يلا يا اخوان انت وهو يلا اهلا 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 بريحة الحبايب وريحة اهلينا كمان فضرار السريح ايه يا معلم مش هتعايل البضاعة عشان تمضينا على الواصل مش قبل ما تاخد وقبك يا راجل شفاعة اخوان اقومة يا كبير عد رجالة المعلم هاريدي وابعت للحاتي هات اللي كافي وزيادة حصل يا كبير طول عمرك اهل كارم يا معلم نوح انت فاعش اى مخروع على الارض يحس ان انا ليا اى دخل عيب يا معلم ودي كانت اول مرة بس المرات دي ها غير كل مرة اتضمن يا معلم حط في بطنك شادر بطيخ سيف العبها من أبعث حتة ممكن تطلها مش لازم أي حد من رجال تأكمان فيها وانا مش عاوز أسيب أي فرصة لأي غلطة مش محسوبة اعتبره حصل حس كده ده مش خسارة فيك تسلم يا سيد المعلمين روح يا راجل السم الهار إلهي تسرق منك يتقول حاجة يا معلم بقولك منور منور طريق ده مقطوعة خميس ملناش فيه ناس كتير يعرفونا كان حاجرة ايه لو سيبنا رجال تدهان يجوا ورانا يقاملوا لقرانا يا فقد ده البجال خالي ببضاع دي احنا دفعين دم علبنا فيها خميس خليها على الله قوله على الله رأي السم الهار رأي السم الهار رأي السم الهار رأي السم الهار سم الهار رأي السم الهار دول المصار موسيقى 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 معزل ده بتاعنا ودي حبت فلوس يا ابني اللي بتعملوه ده ما صحش الفلوس قدامك ايه خدوها وسبونا نروح لحالنا حلمك بس يا خالي في حاجة اهم من الفلوس موسيقى بتاعشيني بالزبط راسها فنبينا موسيقى 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 مين اللي بقتك مين اللي بقتك مين اللي بقتك وانتو فين دلوقت يعني كنه تمام ما حصلش عواء بارك أنكم بخير لا أصلي كان قلبي مقبوط شوية وعيني كانت بترف عشان كده تلاقي صوت مخستة حبتين توصلوا بالسلامة يا حبيبي خميس لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله شكرك يا رب شكرك كرامة هاتي لي ما ياخد الدور شربي تقورين يا حاج هاتي لي ما يتوضع عشان أصلي ركعتين شكري لله حاضر يا حاج الحمد لله يبارك لك يا رب براها على نفسك سلوسي اللحفة على اللي في سنك خطر عايزك تلمي شوية مشاعرك اللي متبعترة دي حتطفشي الراجل حيزهق حيهج أنا حعوزك تتطلعي أنتي ليه يا أختي من قلة النسوان اخف الحق علي يا باية كنت عايزك ترمي العظمتين تزباطي هيرموناتك بدل ما الحاي زبونة اللي بوا تجيبلك واحدة عزيره وتقلبلك عدده وتحطيلك فوتا صفرة عارفة ليه؟ عشان البيبي ولي العهد أصلي انتي ما بتخلي فيش ولي ان شاء الله هنوح 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 أنا خميس يا فاندين هنوح هلحق يا كبير كميس برا وجاب معي رجل من رجالة حالية تقول ليه هو هو فين دلوقتي على المواب نضرب عليه نارا كبير لا هو حد يضرب نار ده جاي يعاور نفسه علينا جاي عاوز يعمل لنا مشكلة مع الماشا هو حد يضرب عليه نار ايه يقول رجالك هنا عمرك يا كبير ما حد يش يضرب عليه نار ازاي تسيبه ويروح له واحد يا ابو سنة ازاي ما انت عارف ابنك يا حاجة خميس دماجه وأنشف من رئي العشار غلوب تتحيل عليه ياخد معه حد تاني غير الزوز قال لي لا الزوز وبس راح يحط ايده في جحر تعابين مسمومة حلف ما تعد الإله دي غير لما يعلم على النوح ورجالته وخد الوادن اللي مسكناه وروح له بيه وايه اللي هرفه ان النوح وراها ما هو الوادن اللي مسكناه قر وجاي تقعد جنبي عايزة نعملي تاني يا حاجة الخميس خلاص مبقلوش كبير وصغرن الليلة في حوارات كتير قوي عايزة هتوصل ليه تاني يا حاجة تاخد الرجالة وتروح على بيت النوح وتلبادله هناك لغاية ما يطلع ما يصحش يا فاندينا يبقى ظهروا عريان في قصة ناس زي يدي ايو يا حاجة بس دا كده قولك ايه دا امر امر يا بو سنة حاجة جماعي الى رب حاضر حاجة الرجالة تتواجب وميخبوش رجالة بالدلمة واندي منسالك واندي منسالك حالة توقف كبير توقف دل على السلامة ايه مالك مخبوضة يا رمي أبداً يا باشا أصلاً صراحة يعني أول ما قالونا أنا هقبل البشاك كبير خدت رجلي وجيت جاري وفي ديك الساعة يعني ما قبل البشاك كبير طيب اسماعي اللي هقول لك عليه كويس قبل ما تنزلي من هنا بتاخدي الحاجة اللي في الشنطة دي شوية هدوم كده يعني على اعتبر انك كنت تشتريه ده لو حد سألك ولو ما حدش سألك حتيجي برضو تقولي لي من سألك ومين مسألكيش وقال لك ايه وامتى وازاي وفيه ولا بينا اتطمنتلك انا حاجة اعط جنبك تعملي ايه يا مجنونة اقفل الباب مش عامزين حد ياخد باله ايه بس يا باشا من هزمك على عشا معلش يا باشا أصلها يعني الصراحة اول مرة تحساني بزمن بشاوت والحاجات ديها من غير لات توعاج أنا من دلوقتي مفتوض نتفق على طريقة نشتغل فيها مع بعض من النهاردة انت تشغلها معايا انا يعني اي حاجة هتعرفوها هتجي تقولي هالي انا ها؟ الحرف الواحد تمام يا باشا انت تقول كل اللي انت نفسك فيه وانا وداني دي مطار طاقة على فين يا انا روكسي بقى وعليك خير روكسي اللي نعرفه يوم ايو يا باشا خميسة فندينة كان عندي هنا وكان ماسك في زمارة الابدي وكان عيس ساعتك يطلع السلال الالاية و اول ما سمع اسمه براء النوح كتف وش وطار فانا قلت ابلغ ساعتك بالله حصل عشان تعرف تتصرف وامر وامرني ما عليك وعلى السلام شلبي ضحكتاني يا خميس معا ان النهاردة مزاجي مش معدول انا اجبرتلك يا باشا وجيت لغاية عندك غير كده وكتاب الله ما عندي جردها فضيه في دماغه الله 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 ايه الكلام ده بقى خميسة فندينة على سنه ورمح عايز يروح للنوح في المنطقة بتاعتهم ويقلبها ضلمة عشان ابنه مدي ايده على واحدة ست ده كلامة يا راجل الواحدة دي يا باشا معدودة من حريمي ومن اهل بيتي واللي يمسها يمسني وكرامتها من كرامتي ما عاش اللي يمس كرامتك يا خميس اما اللي عاملوا بد النوح ده اسمه ايه لا با ياه لا با ياهل ده عندنا يا بيه بتطير فيه رجاب رجاب لا ده زربونا الصعيدي طلعت اللي قولي يا خميس يا ست دي تخصك اوي اوي كده انا كده عملت بالاصول يا بيه اه ده خميس مايبقاش ده بكحامي كده قعد مظنيش للكلام فيه نفس تاني اسلام ليه نفسك كرائز خميس خد يا خميس دي ايه ده؟ دي ده عاوة حافلة عاملها البنت بمناسبة رجوعها من بره حافلة؟ ويهميني انك تيجي وتشرفني يا خميس انا مليش يا ماشا يا خميس لازم تيجي وتجيب الهانم اللي عايزين نردلها اعتبارها معاك لان كرامتها في رقابتنا كلنا واللي هعمله ليلتها لو ما عجبكش ليك مطلق الحرية تعمل اللي انت عايزه هاي عمروتي ها حبيبتي فريدة بنتي خميسة فندينة هاي يتوب علينا يا ربنا صواري قال ايه مش عايز يجي الحفلة بتاعتك قال ما بعرفش يرقص نيجي يا بيه نيجي نيجي بنا نيجي ونرقص كمان اتعرف ترقص فارس يا خميس فالس؟ اه انا ما دخلت المدرسة كنت الاول على الفالس اتعرف الفالس ده بتحزبوله بايه؟ ما بتحزبوله برضو ها 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 فيش رقص من غير تحزيم يا خميس انا مش حناخرص يا نوح من الليلة دي ولا ايه؟ ليلة ايه يا باشا؟ ما احنا جاهزين اهو الدنيا تمام؟ انا مش بتكلم عالشغل قال بتكلم عن ايه ساعاتك؟ نورني معليك عن لعب العيال اللي مع خميس اللي مالوش اخر انا استحملتي اللي اتقربوا على الاخر وكل ده عشان العهدي اللي خدتوا علينا ومن يوميها وانا انا اسكتلك يا لعبة الصعيد يا نوح وعا الغشم اللي عملتوا فيها وده كان هيبقى سبب كبير قوي نمحيك من السوق لانها حركة ما تطلعش من بلد زيك عشت يا باشا ده مش عشان قاطر سواد يعنيك ده عشان قاطر الخميس طالع واد عرف يزنقك في خمت اليهك وجاب الواد بغاية عندك في البيت وعلم عليك زي ما علم علمك في الكبيرين صدقني يا باشا لحد السعالي ما عرفش ايه اللي حصل ما قلوا ما تعرفش يا نوح تبقى مصيبة ولو عارف وبتستعبت علي يبقى مش حلوه هتزعلني ما عاشي اللي زعلك يا باشا ده احنا كله رجالتك ما عاشي انت من رجالت انا جيتك هنا وبتكلم معاك وهيتغيرك زيما انك بتترحم عليك لم ابنك يا نوح وقل له ايبعد عن حريم خميس بس افهم الاول هو عمل ايه وانا اقتمرك لقابته التفاصيل دي عنده هو انا قلت كل اللي عندي وخلص الكلام عمرك يا باشا اعمل حسابك ان العملية الجاية حصيتك كلها رايحة الخميس ايه يا باشا بس كنه ده هل عربون تتفعه على الوساخة اللي بيعملها ابنك اللي تقمر بيها باشا تروح لهم وتتفق معاهم وتشوفهم عايزين ايه الممين دولة واشا عيلي تفادينا ممين قبلتك داوية ممين 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 النوح النوح ممكن يبيع نفسه علشان ما ترجعش السوق تاني فبلاش لعب العيال علشان ما ينولش مراده هيا ليا حاجة مش فاهمت وصودية اللعبة اللي بتلعبها انت وابنه مش هتجيب فايدة براق النوح عايز يرديني القلم هم بيشغلوك عن السوق بكلام فارغ خميس احنا فعرض رجعتك في السوق ما تتكلم يا بوسينا سكت ليه ما حق ابو جمعة النوح رميلك ابنه بسكتك علشان يكعبلك فيه لحد ما يلقيلك خط يدخلك منه صبع ما انا فاهم كل ده وعلشان كده انا رحت قدام العمروتي وحطيت النوح وابنه عشان انا بنافضت ايدي من العهد وبكده انا بحكيت له كل واسخاتهم معايا من الساعة ما خلقت بالسجن وزناتهم معايا ده عين العقل يا ابن بطن وبكده تبقى شدت عودك وصلبت طولك ورمت عدمك وزا حب النوح ياكلك في السوق اتحشرله في الزور والعمروتي هيخلصك منه والعمروتي يقلك ايه بالضبط؟ نورة خالة يتوب علينا ربنا يا مساء المزاج العلي يا معلم يا معلم خير يا حاج جيبني علامة لا وش ليه وصيبك اللي ما بتخلصي وملحقني في كل حتة ومخلييني قطاطي ده واسمع من ده وكل ده ليا عشان عقل ساعتك في رجليك في كل سكة مصيبة وفي كل حتة كارثة وفي كل طلعة بقلوة بتيج على دماغ اهلي انا قرارك ايه حاجي فيه ايه ايه لازمته الموشح ده كله المصلحة الطياري المصلحة اللي عدايه اللي اشغلتني بيها مصلحة ايه دي؟ انا انا مش فاهم حاجة اتوات زبالة واتغبي وأطر وما انتش فاهم حاجة في دنيتك وبسبب عامليتك السودة دي هتكبرني اروح لحدة افندينة ببيته واطلب منه السماح ايه وعتعمل كده حاجة ايه وعتعمل كده وانت خلتني حل تاني انت لو عملت كده حاجة انا هقتله وهقتلك وهقتل نفسي معكم فمي حصلت يا موسيقى اشترا شفاعب اشترا من معلم النوع اشترا 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 المترجم للقناة 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 إنك بغيشة مكداه، رسم الخطة معايا أصدق إيه؟ رمانة الله؟ ولا؟ هوا أرضى أوصل لك يا سيد المزاج؟ آه، ومش مهم أوصلني إزاي المهم إنه عجبني أو كده يا ابني، أو كده مش تقولي ضربة بالحزاب وعلامة في الوش إيه ده؟ إيه ده؟ أنا يا ابني وألعزوا باللمش الحكومة عشان نأمل الكلام ده لا، لا، لا إيه أنت بقى تخش عليها بالهادي باللطيف، بالظريف وشواء شواء، تيبع على سنانها في صفنا ساعتها تبقى أنت بنبوك بصحيح يعني إيه؟ يعني أنا عرفت أجيب جول؟ آه، فريتك تعرف تكرره تاني وحطي إيه لك بقى في إيدي وإحنا نحذف أفندينا مرة الملعب في غمضتين بس ده ما كانش يقولك زمان طول الوقت عملت وقولي بلاش نعمل مشاكل بلاش عشان العمروتي باشا وبرضو هقولك ده عارف ليه؟ عشان إنت خفيف وبتعور في الوش أنا يعني لما بأعوز أعور أعور في المؤخذة حتة بالدرية خلاص ها؟ فهمت 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 يا سيد المعلمين مالك يا بيت بتخشي بك أنا لي وأنا حكي أمسئنك يا معلم أمسئنك أعب علي وخلينا مشي ها؟ لما أنت يا أختي عارفة أنك ما حصلتش جالي عني وأنت بتلعبي بدينك من وراي ليه ها؟ أمسئنك يا معلم أمس رجلك ونهي يا بيت يا بيت قومي مش هيز زمب أنا مش قد قومي الله لا يسيك أنا مش ناقص يا معلم أنا أنا غلبانة وحدانية وماليش حد في الدنيا ومش حملة أزايا ومين جاب صرت الأزايا للوقتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا بيت يا بيت أنا ساعدتك سؤال ومستني ترد عليك يا معلم اللي أنا عملته ده مش برداية آه مين بقى اللي غصبك؟ أنا أنا مش قد الحكومة ولا الحكومة قد ما يقدر على القدرة اللي ربنا زهم يا بيت يا بيت ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش أنا لو عاوز التنويخي كنت عملتها من غير ما لحد يحسي بيها وأنا كان فيه مخلوق هيعرف لك طريق جوري يا بيت أه أنا أنا أنت بيت طيبة ها طيبة طيبة أنت فاكراني إن يا راجل أهبل اتهطت على البيت اللي ضحكت عليه ولحست نقفوكه بكام جالسة مساج وكام ضحكة ميصة وكام نظرة رضا بس إنت لو كنت بيت بصحية كنت نقيف تعل حسان الكذباني يا معلّب أنا أنا من قيدك دي نقيدك دي واللي إنت عايزه بس الحمدي والنبي الرحمة من صفات الخالق سبحانه وتعالى مش من طبعين إحنا من قدمين إنت عايز نقبل إي يا معلّب ولا حاجة ولا أي حاجة اللي أنا عايزه إنت عملتيه خلاص يعني يا بيت أنا اللي كنت بشغالك عند الحكومة عشان يوصلها اللي أنا عايز أوصله وبصراحة إنت قمت بالواجب الصحة الصحة عشان كده إنت تستهلي مكافئة نهاية الخدمة مكافئة عشان تعرفي إن أنا أحسن من الحكومة بتاعتك يبقى أبقى ودي أبقى حضر الله حاجة يوزيك حاجة يوزيك ي... حاجة يوزيك حاجة يوزيك حاجة يوزيك اشتركوا في القناة لا انا خلاص طبط مش هعمل كده تاني معليش كان لازم يحميك من نفسك لا الشيطان يرجع يوزك ويلعب بعقلك تاني ويتهجي وتروح لإخواننا البعدة خلاص يمعلم تطبط والله انا من ايدك دي ايدك دي يعني خلاص عيدنا وعرفنا ان الله حق خلاص يمعلم والله ما هعمل كده تاني انت حتى لو طلبت مني يولع في نفسي وستي وبحامل كده بس خرج مني ونبي مطرة نعم يا معال فكيها وخديها نظفيها ونفالي طراب الكركبة دي من عليها ورجعيها بنا قدمة من تاني شفتي ان انا احن عليك من الحكومة وش كده بس عمطرة ازلي كمان يشتري لوازم الفرح انا عويسة عروسة عالفرازة ولو قدرت تفرديها شوية تفرديها ماشي يا معالي ماشي يا معالي غزتذه اختي وعداتي ها بدي احوله اختي بالقلباتي عالفاحمه الشيشة كيوباَ تكنية موقوسة اي ايفاً لا ما ينفعش يا علي ما ينفعش نقرب منها اكتر من كده لان لو قربنا منها اكتر يبقى بنأكد علاقتها بينا وهنضحك علينا النوح اكتر واكتر كمان أمال هنسيبها بعد كل اللي عملنا معاها ده ما البيتة دي مش سهلة خالص يا علي بتدي بتاعت فلوس ووضح ان النوح معكيمها كويس قوي عشان ما تقولش على اي حاجة شفتها نجيبها بالغزب ونربيها لحد ما تقر ها هتجيبها هتقولك علي كل حاجة واقول ما تسيبك وتروح للنوح هتقوله برضو علي كل حاجة بيتي دي بتلعب على الونجين وما يمهجر الفلوسه بس والعمل يا ياسر بيه احنا كده بنبعد عن النوح وخميس وسيبن لهم الطريق يبارطعو فيه زي ما هم عايزين في حاجة علي حنفكرناش فيها حاجة هي يا باشر حارم الرجالة دول حارمهم مش فاهم هقولك داوية كرامة مطرة شوق سوريا حريب الرجالة دول لو عرفنا نرصدهم بعينينا كويس قوي هايبود طريق سهل للوصول الرجالة من غيرك مرتين متأخر يا جاوة يا معلم يعني يا معلم هلا انت نقويت غير الكار ولا ايه خلاص بالله عطا ما بقيتش تنزمك اللي عندك هو اخر ما عندك واللي جاي ما بجاش بتاعك وان كان على حصتي فانا اخدت حصتي من المصدر واكتر بكتير من اللي وعدتني بيها اه اه سمعني تاني اللي قلته دا اللي قلته واسمعته كويس يا معلم اه ما انتش حاسس من اللي بيحصل حواليك وايه يا اخوي اللي بيحصل حواليه ولدك زي ما رصف بيده سكة لترجار بيري السلم وانت مش حاسس السوق رصف سكة تانية لمصدر تاني غيرك على على تنساش نفسك انت اللي نسيت نفسك يا معلم وسلمت دجنك العيل طايش حدفك شمال فوق يا معلم نوح افندينة نزل الملعب وخدمك عارك افندينة وقعد مع كبارات السوق وده كل واحد فيهم حسطوا بالعدل ولكل جان مرضي سلام يا معلم نوح صحيح ما تنساش تسلملي على الوريس ها شفاعة عورك يا كبير اوه انا احب كده اجي كده في الرويقال الفلس جرتين اشرب لي كاسين بعيدة عن الوش والقرف ولاته وعجن ابوية ما مواخزة يا برينس ثانية واحدة فيه يا ابني مش قلت سبوني شوية اروق دماغي شوية لوحدي فيه حد برا عايز قابل معليه مين فضالي طب قفلت اللقطة انا قلت هو الموز انت قلت مستنيني وانا مكتبتش خبر وجيت تصدق بالله انا قلبي حاس ان الجاية جاية قصد يعني ان مش هجون عليك ايوه بس انا ليه عندك حق عارب انت حقك مرضو تلت ومتلت وباي تمن رم انا ملهاش تمن يا براء ولا عمرها هتنزل مزاد رجالة رم انا ميوزنهاش الا راجل يسني الضهراء لاجل ما يملع عنيه اهل قرناء قالوا ادي الجمال و ادي الجمال انت جيتلي وقصت افندين بس برضو غاوي والغاوي ينقط وقلت اني معاك حكسة فوق ما انتي متخيلة وديني جيت اهو عشان نتفق ممالو نتفق بس قبل ما نتفق في بقين عايزك تسمعيه عشان نحب الشغل يبقى لهم حتى لو سكته ضرمة قول يا براء لو الشيطان حاب يلعب معاك الدنيقة وصوارلك انه ينفع انك تشتغليني ويبقى اخر الحوار ده انك تسلميني الافندينة تبقى خطتي عتبة قبرك وحفرتي بيديكي يبقى انت بتحمرق ومش قد كلامك اما بقى لو كان الكلام طلع من القلب وبنية صافية ونظيفة ومش متعصى غدر تبقى حطت رجلك على سلالم الجنة وعمتي على وش الدنيا عوم وخبطتي على بب الساعدة بأيديك يا رما بقولك ايه يا براءة انت شكلك كده مش متطمن خلاص لو مش متطمن بلاها ونشيل دمان ده يرتاح ده عنده بس اتطلعني من النفوقة خلص واتطلعني من الحوار ده يا بيت عودي ايه لأفش اللي انت فيه ده اهدي شوية الكلام اخده قاطة وانا برضو مش عبيت عشان اصدق ان واحدة ممكن تقلب على حبيب القلب بسرعة كده ربانا يكفيك شر كسرة القلب والستة لما يتكسر قلبها بتسن دوافرها وتتبعها وخميس خلانيا سن دوافرها على الاخر سلامة قلبك يا ماما يبقى لك طب مش نسمي الاول بسم الله الله أكبر وحاول اشوف لها سكة مخرجها بيها قبل ما بحلوه عن نيادة طاينوبك سواب اه بس الحكاية دي فيها قرشنات زيادة نسمي مش مشكلة كله على حسابهم وكله عن نوطة اسمها ايه؟ هي اللي مرميها هناك دي شوف مكلبشين هالزكة انهم مكلبشين عربية وقفة صف تاني اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ سعاد؟ هلا على اللقاء ادامي ده انتوا طلعتوا تعرفوا بعض من زمان زمان قوي هل تعرف انا خطتي ايه يا خميس؟ نعمل فرشة رامدول وعقلته الكريمة في الزوب ده طعم عشان الزبون اللي هي ليلة بسجارة ولا فابيض ولا بني بعد كده شد اللحمر من الزوب عطاشوا تلقى الزبون بيدور على حاجة يعب بيها دماغه بس يعين امه ما يلاقيش بابا لان ولا البوني ولا اي حاجة بانه ولا هتكيفه هيجري زي الرهوان على الاصطاف اللي بنكل منه ايش بيسا بكورس براون شجر ايدي يا بشا؟ براون شجر بي اس البي براون والاس يعني شجر تفاكر ان احنا هنقض نشتقل في الشريطة وثلاثين واربعين جنيه دي مجرد فارشة زي ما انتوا بتقولوا هيفرشوها رجالتك وعزوتك اللي عايزين افنديهم يرجع السوق اول كل ما يفرشو ومعليك تحضر التقيل لوقت اللذين بكده باختصرنا الزمن والمسافة ما لسه نستنى زبون يلف سجارة ويخش على حجرين وحليني بقى على ما يشد خطين ما كده بنساعده هي اول برشامة وبعد كده تلاقيه يجري على طول على المجروس ويبقى وفارنا عليه وقت وفلوس كمان يتوب علينا ربنا برزيزة هاي داز ها حبيبتي هاي خميس مش بردو خميس افندينة خميس افندينة ها حبيبتي عاجبك الاسباح زريف مادام عاجبك اشتريهولك تانكيو انا هغير وخرجي على طول بس بيخلي بالك وانت سايقة اوكي سيو ليتر باي باي كنا بنقولي يا خميس سيو ليتر أليجيتر داليها كمالة عارف يعني يا أليجيتر يعني يا سماع قبل كده بس البوزة أليجيتر يعني تمساح تمساح عارف دهان التمساح دهان التمساح باشا دهان التمساح ده بويا بيدهنوا بيها الحيطان اللي عايزة تشد وتعلى يا باشا ما تدخلي معاك في الاسباح هتجيبيه البرنسيسة ده شريك يعني ما شاء الله تعرف يعني يا اسباح فاكهة برضو أما ليه؟ سفايا يعني موزة مؤشرة مكان تروحه يفضله يدلكه فيك لغاية لما تخرج زي الموزة المؤشرة بس لا بزحلقة يعني تضرب سفا بلبن هتزحلق جواكي بات باي باشا دهان تحكيه يتوب علينا ربنا بلغك اللي عمل الباشا بتاعك وانت عارف انك جابنا عشان كده أسد الناس يعني بقى لغك في السوق بتاعنا مفيش حاجة بتستخبى يا عم الجمال كلهم وانت ايه رأيك انا في الليلة دي كلها مجرد مرسال انا بقى لعفتين تاني براكو يا معامل انا بس انت رايب من الباشا وما فيش اقرب من اللي زيك لمزاجه بلت انت ممكن تاخد مني فلوس كتير قوي من غير ما تأثر على مكانتك هناك قشبك ايدك في ايدي يا معلم وشبكة العشرة الكرام دول وماليك علي حلفان انا مفيش واحد على كوكب الارض كله بيكره خميس افندينة زيه ومش بس كده هو الوحيد اللي بواصلي اكتر من الشغلانة عشرة وليه عنده بدل اضطار ألف حلوة قوي كده احمل اتنين على خط واحد بس ما تأخذنيش يا معلم يعني خميس افندينة عارف يخش للباشا صح ومش بس كده الباشا معتمد على اهله وعزوته وناسه هم اللي بسندينه وبيحموه في ظهره ولماخذة يا معلم يعني انت مشكلتك في ابنك براقة هو الوحيد اللي هزي صورتك في السوق وده اللي سمح ان الباشا يديك كتف ومتعرفش خميس افندينة عامل ايه لباشا تحس انه سحر له واصف له وصفة عمل له عمل حاجة كده تحس انها كرا يا كيمانت وانا باعي الجايبك علشان تعقاذها ولا علشان تحلاها انا هقولك على الصحة بعلم خميس افندينة دلوقتي في حماية الباشا ولو حصل اي حاجة الافندينة الشبهات والشك والريبة والضغينة هتحوم حواليك يبقى المنطق بيقول ان احنا نلعبها صح باسورد نعديها يعني وانطاطل الريح شوية وبعدين؟ نتفل تحط ايدك في ايدي اعتبر ايدي في ايدك يا مردس بسرقس واحد معانا ويكمل مسلس برمودة مسلس الرعب اللي هيقضي على خميس افندينة تقصوا بمين؟ اللي معاه السره كله بدران الشواف بدران؟ لا اذا كان على بدران سيبولي انا انا عارف سكيته كويس قوي انا مش قادر افهم انت ازاي ما امن ده راجل زي ده ده كلب افندين يا حج وعمره ما هيبيعه لازم يبيعه لازم احنا في خطر يا براقه والاول اللي في دماغي ما الضبطش كل حاجة حتضيع مننا نفس افهم من ده القلم ايه بالضبط يا معلم ما ترسيني معاك على الحوار واتدخلني معاك في الصورة انا حاس ان الباشا حيسلمنا الخميس زي الخطفان وانا مش ناوي ابدا اناول هالو عشان كده لازم نحصل نفسنا قوي 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 طب ما انا قلتلك الكلام ده من بقدر يا حاج انت اللي بسمعتش كلامي انت عملت ايه في حوار بنته بنته؟ ما انا سبتها زي ما انت قلتلي لا معلش رجعناها تاني واستمر بصراحة انا بقيتش فهمها كحاجة شوية تقول لي سيبها وشوية تقول لي رجع لها هي ايه الحاجة بالضبط يا ده افهم بقى بنته دي هي الشوكة اللي حنحطها بزوره لو بعنا لازم ترجع لها تاني ما استحت عيني يعني ارجع عدوس بنزيم التاني اه بس دي ما تنسكش اللعبة التانية بس دي رمانة رمانة اه رمانة اه رمانة موسيقى 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 اشتركوا في القناة شب خط بالا معلم دون فرنسا بيسلم يلك عيدة اللحم ودي وبابا عيدة اللحم ودي وبابا والبابا هنالك شيفه وفي ايه يا باشي فيش يا معلم دي هدياتي للعروسة ألف مبروك يا معلم الله يباري فيك تعيش يا باشي ربنا محرم لاش منك ودي هدياتي لا أحلى عريس دي أشكل فلينك يا حبيبي وده الحبيبي إيه دي النقطة؟ عسر طول عمرك عسر يا بعلي ده شيك بنص المصلحة اللي خدتها منك ما تلزمنيش أنا أصلي راجل تعودت من نكسب من عرق جبيني أوه أوه برافو برافو خميس طول عمرك تبهرني بسلامتك متعلم منك مش جيكتوني يا عملي متعلم منك طبعا طبعا يا باشي طول عمره بيبهرك طول عمره بيبهرك صح إنما قولي يا معلم هتقضي شعر العسل فيه باش يا باش شعر عسل إيه أخلاص بقى أكبرنا ع الكلام ده لا 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 ها؟ لا 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 يا بعلي ما تقولش كده على نفسك ده فال مش حلم يا معلم اللي أخت بتاعي مستمنيك في الجونة بكل اللي بشتعلوا عليه تحت أمرك السلام عليك يا باشا وعلى حنية قلبك للدرجات دي بتحب المعلم النوح قد أنا ما بحبه هو فيه في الدنيا عريس هيبقى غالي على قلبي زي المعلم لا طبعا ده أغلى الناس ده ماكسمم يتباح لك مئة جمل أنا معه متشكل قوي بس أنا لا لا أنا مش فاضل الكلام ده أنا عندي الشغل أهم شغل ايه بتاعي يا معلم خد وقتك زي ما انت عايش على أخر أقلوا الرجل يكون وضب حاله ولم أعزاله عشان يرجع بيته اللي انت عايش فيه دلوقتي وانت تكون وضبت حالك وتشوف لك بيت جديد الرجل ايه الرجل بتاع الكوفة اللي وراء لا الرجل بتاع الكوفة اللي قدام اللي انت قاعد في بيته مش كده برضو ولا ايه ايه توب علينا ربنا في صحة العريس بقى يا خميس في صحة أحل عريس منهج العروسة لأدالة وهشة العروسة فقر اه 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 اماني يا دكتور ايه الأخبار هو كان أخذ حاجة عشان خطر الجواز يعني شهر عسل ايه وبتاع ايه لا 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 شهر عسل ايه ما فيش الكلام ده خالص ايه خالص ايه فهمت يا دكتور فهمت جاءت الحزينة تفرح ملقت لهاش مطرح يا بختك يا ثوريا يا بيت تبط الراجل هيروح مننا حاضرا هو بتبطيس لا تشكو تبتل دوية ادي لي الحباية 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 السلامتك يا معلم الف مليون سلامة عليك يا أخوي والله يتخلم ياه دا تحسدنا خدنا عين وعين كبيرة قوي ايه خدتوها علي ايه يا اختي العين الكبيرة قوي دي بقى الحاجات دي بتتنظر دي خبت القامل راكبها جامل ايه شايف مرتبتك بتلقى عليها بالكلام ازاي معلم عبك كده سبري عليها بس اما بققوم اه خصبر عليك اما تقوم اما قوم اما قوم والله طلعت قد القول يا باشا اللي عملوا العمروطي الليلة كيفني وعلاه في نظر ياما يعني الكلام بقى اللي قلناه المرة اللي فاتت لا في شغلتنا دي ما تأمنش لصوابع ايدك بس اللي يعمل الصح يستهل كلمة في حقه ايه رايوكو بقى ان انا مش متطمن للحكاية دي الغد دلوقت ازاي النوح يسيب بيته بالسهولة دي اكيد الحكاية دي وراها مصيبة ليه يا خال هو انتو مش برضو سيبتوا البيت بالسهولة دي ايش معنى بقى انت بتعيرنا يا خميس ولا ايه انا بفكارك بس مصارنا كانت برا يا خميس وكنا لازم نلمها والنوح حط السكينة فوق رقابتنا انت اللي سلمتوا رقابتك يا خال ما تزعلش مني يا محشورة في زورة اصلاها وقفة من ساعتها مش عارف ابلعها كان نفسي تقفلوا بدل ما تطيلوا متطيلوا؟ ما تحسب على كلامك يا خميس ما تضيعوش فرحتنا اللي ما تتقدرش عشان خبت زمان خلونا في مكسب الليلة يبقى احسن برضو ماشي يا حاجة ماشي ابو نعناع مع حجر مزاج الخير بعد السمك يوزن الكلام ويزبط الدماغ الله مزاج زين يا فندينة عشاننا باجا نتفج ونبارك حصت كل واحد من الرجالة دي رابتي بس السعر عالي اوى فندينة دي تسعير تسوق انت عايزنا بيع برا تسعيرت السوق يا معلب يا رجالة ايوا فندينة احنا برضو رجالتك قولينا عشان فيك احنا عايزين ناخد البضاعة بسعر المرة اللي فاتت وكده تبجى عملت معانا واجب صح لا اله الا الله وانتوا لو تعرفوا انا باجيب البضاعة ازاي لا تعذروني انا مقدم للحكومة ثلاث خرفان من خيرة الرجال عشان ادخر البضاعة دي وتسترزقوا خلاص يا فندينة سلمها لنا برا واحنا نسلكها مش هتعرف يا معلم السكك كلها متشمعة واحنا برضيك لي نسككنا خلاص جيبها انت بقى كلها من برا ويبقى من دانه وفتله وفضاء سيرة ايه ده بس يا فندينة الكلام مش كده الكلام اخده وعطى والسوق عرضه وطلب يا حبيبي واللي مش عاجبه يتصرف انا جايب لكم بضاعة مؤشره لغيت عندكم بلاش بطر بقى خلاص يا فندينة خلاص اللي تشوفه اقعد بس كمل قعدتك ايه لا ده بقيتش تلز بقيت سحابة مغيمة وطيارة النفسين يا فندينة احنا برضو رجالتك ومعسيبك تسمعوا الكلام حاضر يا فندينة حاضر بس اتكمل قعدتك اقعد بس اقعد تسمعوا المفيدة رجالة اللي عايز منكو يكبر ويكسب الطاعة عشرة يوسع النشاط ويفتح دواير جديدة يفتح دواير جديدة سيبوكو بقى من شغل النوادي بتاع التمانينات ده خشوا عالجامعة عالجامعة على الكافيهات السايبر اللي هو بتاع الـ اي اي عافين عافين الاماكن دي كلها منفدة على بعضها واربابها جاهزين وعالمفتاح واللي هيخش منكو بقلب جامد ليه عندي الحلاوة والمكافأة وكل واحد على قد اكتهاده ويتوب عينها ربنا الفاتحة لا بقى فيه تاريخ ولا جوا رافية راس خميس جاب بكلمتين ومسح اسمه جوسين من عالوجود خميس ده النهاردة بقى غير مباري يا خالصة بدراء الكيميا غيرتوا راكب عالك كله ده الرجلين ماهي يدوس عالك كله حتى خاله خميس؟ خميس بقى عكام عالك؟ خميس ده ابني أنا اللي مربيه كنت بشوفه قدام عيني كله يوم بيكبر شوية شوية كنت حاس انه حتة مني كأنه ابني كنتش عارف انه حيجي يوم ويرمين الرامية دي ويعيالني بالراح وضويا سندات وقفة في داره بتاع ميه مشجعه كله يهمها انه يكبره يسيطر عالسوق ويبلغها الحفيد اللي يملع عليها البيت ويدوس على الكل حتى على خوة خميس مسنون من الباشة أنا علم مش مستة داويا ميش يا ميه انت مش فاهم حاجة انا كنت فاكرك بدران وضعت فضر واحد كل دا تخطيط ضاويا ورسمها قالبت على الباشة ذات نفسه لما رفض خميس يدي كدفه للنوح وطلعه من السوق وسلمه للحكومة تسليم اهالي خميس اللي ملكه بمرغ غادر يقدر؟ مش مصدق هدين علي ماذا يا سادة؟ سادة يا بطران خميس النهاردة بقى غير خميس بتاع بارح خالص كل يوم كرشو بيوسع ونبو بيتسن وعايز يبلع الكل في كرشو عشان كده لازم يخلص من نوح اه وحرقي المسج يا نوح مبعدك نوح يه يه زيح زيح من القلبك يا نعم زيح نعم زيح في درجة اني بفكر اشتغل مزيح في الإزاحة ها 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 هاح ها 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 ! ها 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 tempo كل القلب عليه ملمة تنمة عيونها قدران من يوم ما اتعلقت في شباك شоды دايبا مكتوب ما هو العشق ده زي الرزق اللي ينفع فيه شفاعة ولا ضايره شطارة شوق شكلها عامللك بدل عمل عشرة معجل لرصاصة الطار اللي محياركي مش ده اللي جابك لغاية هنا؟ لو الحل رصاصة في صدرك كنت عملتها من زمان وما كانتش خيبة زي اللي عملوها يلا انت مش جاية تاخدي بالطارك؟ طاري عند النوح اللي حط ابنه في وش المدفع عشان سوق وفلوس ومركز طبو انا اضمن منين الكلام ده؟ اقل له اديني امارة عشان عارف ابلع الكلمتين اشرب لك وباية مية عشان تبلع وزا كان الكلام ده مش لازمك فوتك بعافية استني بس استني ما تاخدينيش على الحامي كده انا رواي اللي عندي خلص ولو اللي عندك لسه في الفرن شايعلي لما يستوي عشان نتفك يعني انت شايف ان طارك عند النوح اين؟ لسه سمع صوت غريب وهو بيصرخ في وش ابوه وهو بيقوله الحكومة ملهاش في اللي بيننا وبين خميس ساعتها النوح ما كانش سامح حد كان عاوز يخلص عليك ويكوش عالسوق حتى لو التمن كان بنا هو انت جايت براي غريب ولا جايت وراتي النوح لتنين يا فاندينا براقت غريب وطار ودين فرقبتي عمري ما هنساه لو الكلام ده يلزمك حط ايدك في ايدي ما يلزمكش فضها سيرة انت ست فصحية ان مشاكلك بميت راجل وشوق بقى اللي انت مسرحها وراي في كل حتة دي اعمل فيها ايه هلقلها؟ نفضلها ولا كأنها حشرة حشرة ايه كده خلصت دورها؟ اتفقنا والفتحة علي اخون العهد ويتوب علي بربنا تريشلي امين كلونه من خطر على استقرار وعمل المواطنين وباعتبارهم منبع السوق وهم الآتي اسماءه خميس عنطر ابو سنة طوية ابو سنة وشقيقها ابو سنة والنوح السكرتي براء النوح السكرتي وقدمه لسياداتكم وقدم آسر منصور للإدارة العامة لمكافحة المخطرات الحكومة يا معلم يا معلم بقولك الحكومة كمل لعبة شنلوفة الله فيه ايه أه لا ارحال معلم ما بشنك الحكومة كبشت على بأبكم حنكملوا الدور ونشوفوا فيه ايه اغفت بحاضرة معالم ها خاشة ممعلم ما تزود النار هادا كهارة هاتها جميلة يا ربنا موسيقى موسيقى تم تعملوا ايه؟ فتشوا البيت هو فيه ايه يا حجة؟ الحكومة عندنا بتعمل ايه؟ البيوت لها حرمة يا حضرة الزابط انا معايا امر بالتفتيشة معلمة وماله بس بالاصول مش تخشوا هجم كده على الحريم وهي بتفكة عن نفسها ثم ان راجل البيت مش موجود من اصله ربنا يرجعوا بالسلامة وانا هبعط له رسالة بريك له على شهر العسل اللي بيقضيه ده ولما انت عارف يا حد الزابط ان صاحب البيت بيقضي شهر العسل يصح برضو وتهجم على بيته بمصاص الليالي هو مش موجود والسيب رجال تاك يدهوسوا بفص تحريبه ويكشفوا ساترهم دي رسول برضو مفيش حاجة يا فاند مفيش حاجة يا فاند المرة دي فلتوا من ايدي برضو يا ابو سنة اقبان المرة جاء يا باشا ما حياتك قانست وشرفت ابقى تعالى زورنا يا باشا على فين الله الله مش تستنى لما تاخد وجبك دعنا حتى ده بحين النهاردة اصل يا ابو سنة تلميذك يا معلمة ما تدق يا وليه انت وهيا موسيقى 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 المترجم للقناة 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 ياه المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة وبينه المترجم للقناة 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 أحطي إيدك في إيدي بشرط أمعلم أيوة شرط إيه بقى معلم أبو سنة شرط أسمعوا أنا سيبت خميس لما أشيطان ليعب دماغه وزحني بعيد وعشان أحطي إيدي في إيدك لازم أبقى في مكاني معلم برس برس أنواء ستبيني ستبيني لاري جمي جمالي أت مش هتبطل التهيقات اللي بتجيلك دي؟ ولا خلاص الخمرة عملت برومة في دماغك أنا عاملة حساب لعدل التربة وسايبك عايشة لغاية النهاردة لكن يوم ما تعصيني لا حيهمني عدم التربة ولا حيبقى لك وجود على وش الدنيا دي فعقالي كده ومشي عدل وإلا حتبص تلاقي نفسك في غمضة عين مرمية في حفرة مليانة ترب ولا ملفوفة في أمس الكتاب وعا الصرايا عدل وطبعا انت ست العارفين وعارف انا ممكن اعمل فيك ايه قدين اهو واقفالك على رجليا وبامشي اهو يعني ايدي طايلة واقدر اعمل كل اللي انا عايزاه ولا حدش داري روحي بقى وللهم اللي شفتين علشان بدل ما يبقى لسانك تبقى القدي وحقولك اللي ما قلتوش لحد دلوقتي الناس كلها تخلقت لها عينين اتنين وأنا ربنا حباني بتلت عيون العين التالتة هي ابنة أفندينا اللي لازما يبقى فوق حتى لو كانت تمن ان نحبس نفسي كرسي بعجل علشان يفضل فوق وأنا تحت والسوق كله يعرف ان البيت ده مفيهوش غير كلمة واحدة بس كلمة أفندينا فعقالي بقى وما تعمليش زي ابوكي علشان ما تروحيش فطيس زيه وكفاية عليك التهيقات اللي بطيارة النوم من عينك بقى أنيهوش وخان أخوه وخان رجالة بجد وفي عرفنا اللي يخون جزاته عيار بطلطة بيض عشان نخلص منه ارحموني انا قلت صحيح وبلغت عنكم غصبا عني ما كانش قصدي هددوني وانا خفت على نفسي وعلى بنتي وعلى امراتي الخيالة تبانع موت الحمد يا بخميس ما كفكش يا عوان ولفسك عما تعايل زي الحريم الرحمة يا ضاوية ده لكوكي في شغلتنا الرحمة خيبة تكسل صاحبها وتوصلوا لللي انت فيه وزي ما قال ابو خميس تمن الخيانة الموت حرام عليكم حرام عليكم عنا يا كبير سيب لنا الشرف ده لعد هويا اتفاق لا أعرف المساعدة لا أعرف المساعدة يا مرأي! يا مرأي! يا مرأي! هنروح من بعدك! يا مرأي! الحظونا يا ناس! الحظونا يا خيال! الحظونا يا خيال! خلصت الحدوط يا رمه أنا! بح خلاص! هذا ومفيش مفر منه! لا تحط إيدك في كوبس الكهرباء! يا إلهي! المرأي! أنت كده هتخلص على روحيني! أنا لو كنت خاليا ولا هيهمني! ولو كان نزل الدنيا كنت أحبوس إيدك عشان تقتلنا وتسيبوه الأمر جاي من فوق يا رمانا بلاش بلاش يا مانت إحنا أولدك أروهد سامحين يا مانتك ما تخفيش يا رمانا أنا مش هزيكي أنا مش ساعة تلمك هزيكي موسيقى 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 ماذا تتعمل يا رمانا هقتلك يا مرحب هقتلك يا مرحب ماذا يا رمانا الملاتك الواحد اشتركوا في القناة 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 مش هشوفوا هادي دابن يا رموانا اسمت المبلك وبحارب عشانه هاخدوا بالعافية يا رموانا هاخدوا بالعافية محكمة هاخدوا يا فن هاخدوا يا أستاذ بعد المداولة والاطلاع على الأوراق ومواد الاتهام وسماع المرافعة حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة رموانا السيد علي بالسجم المشدد خمستاشر سمس يا لاوي يا لاوي يا رموانا هاخدوا بالعافية هاخدوا بالدريع يا رموانا ما نستهدوا يا لاوي يا لاوي يا لاوي اشتركوا في القناة 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 موسيقى ايه دا؟ انتو مين؟ ايه دا تخافوش؟ احنا جاين نخرجكم الان ايه دا؟ دا اثير بالقبت لك عليك ازايك يأثر بيه؟ مش انا قلت لك انا منطمن اولا فبشوفه مخزين نوح ملي انا بضعه وهو هناك دلوقتي وهي فينا دا احنا مخزين النوح دا فكونا جاك في اولا وليكو عقولنا حاجة يا بنت اخراسك فاكي راجي بقى يا لهوي اول دا لسه عايش مش وقته يا بحرام عليك براها والنوح هيقتله خميس ومتفقين مع المعلمين علي كده علي خلي الوقت من اخرجهم واحنا اتبلغ العمليات سماما فاكو موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انت عايز مني بالضبط انت اللي عايزة مني عايزة انا اخلصك واخلص الناس من سمك انت تجننت يا رجل انت ايوا تجننت زي كل الرجال اللي عارفوك باكاشي بس انا بقى بحيفوز كتير تعال ان اخده مانا وانت وانهج كسا نهج وانا خايل زيك خلاص خلاص يا شهوق انت لازم يتعلم عليك نازم تكون اخرتك سي اخرت كل مرة فترة اخرتك اخرتك اه 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة